اشتركوا في القناة هذا الاسبوع بتمنى انه كل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه اذا ما بتعرف طالعك تنزل على صندوق الوصف في موجود روابط رابط بعلمك كيف تستخرج طالعك ورابط في جدول لاستخراج الطالع وصفات الطالع ورابط له علاقة بموقع بتقدر تدخل من خلاله وتستخرج طالعك يعني شارح لك كل الطرق اللي تقدر انت تعرف من خلاله الطالع تاعك لانه اذا ما عرفت الا برجك يعني او اسمعت برجك فممكن التوقعات تنطبق عليك ما بين 60% لغاية 70% ممكن اذا كان برجك هو الغالب عليك يعني تصل التوقعات لـ 80% ولكن اذا عرفت طالعك وقارنت يعني اسمعت البرج لنفترض انك انت اسمعت برج الحمل ورحت انت اسمعت كمان لبرج اخر اللي هون لنفترض القوس ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الايجابيات هون والايجابيات هون واخدت السلبيات من هون وحطيت السلبيات هون وين التحذيرات وين الامور هاي فبتطلع بتوقعاتك انت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% بتصل لـ 90% من التوقعات يعني الى انه اذا بدي اعطيك توقعات اليك شخصي فهاي امور اخرى لها حسابات اخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة او التحولات السنوية يعني بمعنى اخر انه اشي خاص فيك انت ولكن عشان ننقرب المسألة الى اقرب خاني ممكنة من التوقعات فانا بقول لك اسمع برجك واسمك طالعة اسمع طالعة طبعا بالنسبة للكواكب خلال فترة هاي او التنقلات اللي راح تصير خلال الاسبوع هاد من يوم الخميس اللي هو 2-7 القمر راح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا لتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت 4-7 من صباح يوم 4-7 راح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين 6-7 من ظهر يوم الاثنين 6-7 راح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الاربعة على الخميس يعني بيكون موجود بالدلو من منتصف ليل الاربعة على الخميس ولغاية صباح يوم السبت 11-7 بيكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بيكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف راح يتحرك خلال هذا الاسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الامور هاي كلها بتتابع الاخبار اليومية لانه احنا في التوقعات اليومية بنعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الامور هاي اللي متعودين انتو تسمعوها لا احنا بنعمل على كل البيوت اللي لها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متاعبك والامور الضاغطة عليك والاحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الامكان ان نغطيها بالكامل خلينا نروح على اول اشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك طبعا يا موليد برج الدلو معروف انه في كواكب غير القمر يعني توقعات الاسبوعية احنا منعتمد على القمر وعلى الزوايا اللي بيشكلها فهاي الكواكب المنتثرة على جميع الابراج او معظم الابراج بتسبب اشياء او امور للك لان هاي بتشغل مجالات كثيرة من حياتك فطبعا احنا ما بنوخذ بس القمر لحاله احنا بنوخذ كل الكواكب في توقعاتنا فالاسبوع هذا لاني بطلت اعمل توقعات شهرية بس توقعات اسبوعية على اساس اني انا بركز عليها اول باول وبعطيك اول ايش البرنامج او ايش الاشياء اللي ممكن تأثر عليك طبعا ما بتغني عن التوقعات اليومية لانه منشرح فيها البيوت بشكل اوسع ولكن انه برضو انت بتحط قطوط عريضة لاسبوعك وكيف انت تستغل الامور بشكل ايجابي وتحذر من اشياء ما احنا مننبه لها بشكل يعني انها هي بتكون سلبية فعشان هيك اول شغلة رح نحكي عنها بالكواكب هاي نحكي كل كوكب ايش التأثيرات اللي بتأثرها او بيأثرها عليك ايش الايجابيات اللي بعطيك اياها وايش السلبيات اللي بعطيك اياها فاول ايش منيجي على الشمس الشمس موجودي في بيتك السادس بالسرطان بما انها دخل على السرطان هذا بيت العمل وبيت الصحة فهم ماشي بعززلك بعض الامور اللي الها علاقة بالعمل وبيخليك نشيط وبدك تنجز وبدك تعمل اشياء وبتفتح يعني ذاكرتك قوية او ذهنك صافي ومنفتح لانجاز بعض الاعمال او تدخل بمغامرات حتى على مستوى العمل ولكن للأسف كلها بتكون مش راسية على ارض صلبة السبب انه الشمس منتحسة والسبب الثاني انه عطارد موجود عندك في نفس البيت في نفس المكان وبيتراجع بما انه بيتراجع فهو بسبب الاحباطات بسبب التقلبات حتى على المستوى الصحي اللي بيحدث بعض المفاجآت فعشان هيك بدك تكون حذر في امور عملك بالمشروع اللي بدك تدخله بدك تدرسه بشكل جيد وفي نفس اللحظة ما تغامر وبدك تنتبه لصحتك اما بالنسبة لبيتك الخامس الزهرة موجودة في البيت الخامس فهي بعطيك حضوض هاي الحضوض بتساعدك في امور بتكون معقدة وفي نفس اللحظة تدعمك على المستوى العاطفي فبتعزز علاقاتك ممكن تدخل بعلاقة غرامية ممكن تطور علاقة غرامية من مرحلة الحب تطورها لمرحلة الارتباط بتجيب لك فرص ارتباط بتجيب لك اشياء على المستوى العاطفي جدا اذا كان الشخص عامل مثلا حتى زعل ما بينه بين احد الابناء او احد الاحبة مش شرط يعني الحبيب الحبيب العاطفي حتى الاحبة ممكن هاي الفترة تحمل مصالحات او تقارب يعني تعمل نوع من انواع المفاجآت بشكل ايجابي وقوي جدا اما بالنسبة اما بالنسبة لبيتك اتناعش اللي هو الجدي طبعا موجود فيه بلوتو المشتري زحل وكلهم بيتراجعوا وهذا بيت متاعبك فمعناته هذا برضو نفس الاشي بيت المتاعب اله اثار سلبية على العمل وعلى الصحة وبتجيب مفاجآت فعشان هيك بدك تنتبه لهاي الامور برضو لانها ضاغطة بشكل كبير عليك اما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث لا اليك المريخ موجود فيه اللي هو الحمل فهذا بعطيك رغبة في الانطلاق في التهور في المغامرة او حب المغامرة بالجراءة بالعصبية بالحدية يعني الرغبة بالنقاشات الحادة هاي كلها بتكون سلبيات من المريخ لانه بدفعك لاختلاق المشاكل بدفعك لانك انت تستفز عشان تصير مشكلة فبدك تكون حذر واثناء نقاشاتك بدك تكون دارس ايش بدك تحكي مستعد له هاي الامور اثناء تنقلاتك بدك تتفقد سيارتك ما تغامر ما تجازف كلها هاي الامور حتى اذا كان عندك امتحان بدك تدرس وتستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثاني بيتراجع نبت كوكب الاحلام والخيال والرومانسية بيتراجع فمعناته هذولة الثلاث اللي احنا ذكرناها احلام سلبية كوابيس وبرضو في نفس اللحظة بده يعمل لك اشياء سلبية بما انه بيتك الثاني معناته بيت المال فمعناته رح يعشمك بامور الها علاقة بالمكاسب المالية وبعدين ورطك بخسارة رح يخليك تتهور باتخاذ قراراتك رح يخليك تصرف فلوس بالهبل بدون ما انت اساسا تركز انه انت الوضع هذا بسمح ولا ما بسمح ممكن يورطك بقروض وديون بالفترة هاي فبدك تكون حذر من النقاط هاي اما بالنسبة لأورانوس اورانوس في البيت الرابع وهذا اورانوس لم لك المفاجآت يعني ما في واحد بعمل مفاجآت زي اورانوس فاورانوس بما انك انت بتحب تعمل المفاجآت في الناس فاورانوس اجي عشان يعمل لك مفاجآت في البيت الرابع فهو اللي بيجيب المشاكل المنزلية هو اللي بيجيب التقلبات على مستوى المنزل هو اللي بيجيب تطورات فجائية ممكن تشتري عقار او تستثمر عقار او بتعمل تقارب ما بينك وبين افراد العائلة او فرحة تدخل على مكان البيت او نكد يدخل على البيت يعني هو يا بيجيب لك يا ايجابي يا بيجيب لك يا سلبي فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي ومن هاي وتكون جاهز وتعرف انه اورانوس هو اللي بيأثر على شؤون المنزل حتى الاعطال اللي بتصير في المنزل اعرف انه اورانوس له ضلع فيها خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونشوف القمر ايش بده يعطينا ويعني على اساس انك انت تكون هيك يشمل كل الامور مع بعض في التوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود بالقوس فهاي الفترة بتكون يعني قوية جدا لتعزيز الصداقات والعلاقات منكم ممكن يحقق امنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة بتتسع الافاق وبتحتفل بنجاح او تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد ارباح بتفرح لوقوف احد الاشخاص او الاقارب الى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك اما من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالجدي هون تشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا راغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها حاولوا انكم تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول انهاء هذا الاسبوع بسلام وخصوصا انه اليوم الاثنين ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة وممكن تخسر صفقة تجارية او تحزن لخبر ما في داعي انك تتسرع من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس القمر بصير موجود في الدلو عندك يعني هاي الفترة بتكون اكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم اخذ زمام الامور بايديكم واتدفع بمصالحكم ما في داعي لتضخيم الامور حاول السيطرة على مزاجك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع او خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد او لحسم امر عالق الفترة هاي بتحمل لك خبر سار من منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالحود عشان هيك بالفترة هاي بتركزوا على الامور المالية اكثر ممكن تحصلوا على مبلغ من المال بيدخل نوع من انواع التحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة اهمش انك ما تغامر باموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة